الدوري ولع المنافسة شدت سواء في الصدارة أو في صراع الهبوط وإحنا ننتهي أو نقترب من الانتهاء من الدور لأول الأمور خلاص الأمور قربت تبان ملامحها مين هينافس ومين هيصار على الهبوط تعالوا نشوف جدول ترتيب الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة يلا بينا في صدارة جدول الترتيب النادي الأهلي وانكسه مباراة ب 15 مباراة في صدارة الجدول ب 37 نقطة بيراميدز في المركز الثاني ب 31.16 مباراة في يوتشف المركز الثالث من 16 مباراة 31 نقطة الزمالك في المركز الرابع ب 29 نقطة عادي النهاردة الزمالك للمربع الزعبي مرة أخرى في المرتبة الرابعة وطبعا فارق النقاط يزيد بينه وبين المتصدر النادي الأهلي المكور العرب في المركز الخامس بـ 28 نقطة لتحاد سكندري في المركز السادس بـ 26 نقطة غز المحلة في المركز السابع بـ 25 نقطة المصري في المركز السامن بـ 20 نقطة وأسوان في المركز التاسع بـ 19 نقطة وبنفس الرصيد سموحة في المركز العشر في المركز الـ 11 سيراميكا كليوباترا بـ 18 نقطة وفي المركز الـ 12 فارقو بـ 16 نقطة وبنفس الرصيد طلاع الجيش في المركز الـ 13 في المركز الـ 14 فريق الدخلية بـ 13 نقطة ومعه بنفس الرصيد فريق إمبي في المركز الـ 15 وفي المركز الـ 16 البنك الأهلي بـ 12 نقطة بنفس الرصيدة الإسماعيلي في المرتبة قبل الأخيرة وفي المركز الأخير فريق حرس الحدود بـ 11 نقطة وله مباراة زي البنك الأهلي ده الوضع بالنسبة لجدول الدوري أبرز الملامح فريق المكون العرب اللي قريب جدا من المربع الزهبي اللي كان موجود في المربع الزهبي قبل فوز الزمالك النهاردة والإسماعيلي اللي مازال يعاني تحت في منطقة الهبوط والبنك الأهلي اللي منذ سعوده للدوري الممتاز بيحاول دايما أنه موجود في منطقة أمينة ولكنه دائما في منطقة الصراع على الهبوط رغم كل التدائمات والصفقات الكثيرة اللي بيعملها البنك الأهلي في حقيقة الأمر